بسم الله والصلاة والسلام وعلى خير المنام بسم الله والصلاة والسلام على حبيبي محمد اللهم صلي وسلم وزيد وبارك على سيدنا محمد خوتنا في الله السلام عليكم الشيخنا السلام عليكم السلام أخي جنوش كيف الحال يا الشيخ مصطفى في نعمة وعفتين وسط يا ربي يا ربي ركم اسمعته الشيخنا مصطفى ونقلكم ربي نعمتين وعافيتين وسط نشكر الله على الغيث اللي ربي غاطنا الحمد لله وما زال يا ربي نستنى في الغيث لأن الغيث هو رحمة من عند الله سبحانه وعز وجل وما تنسوش دعونا ربي ونشكر قاعلي عيطولنا وبرك الله فيكم وإن شاء الله يا ربي يدعي لكم الشيخ مصطفى غلام وخاصة هو واحد شيخ مصطفى غلام قبل أن نبدأ الحصة لأن هذه أمانة لازم نقولها لك واحد يبيع التوابن في حي النور هنا في وهران يحبك واحد الحب يعني ما تتصور شو ممتي ميمون وقال لك دعينا ربي شوية التجارة هذول يامت رايحبسها والتجارة يحبسها الحمد لله هذا وقت خطرها تمشي خطرها تحبزوه ذوك يجيب ربي رحمته ووسحها علينا إن شاء الله هو يلطف بنا وإن شاء الله ربي يفرّجها على مهات موهم الشيخ مصطفى غلام غاد يدعي لك ربي ويدعيكم ونحبوكم في الله وسكوا أنتوما فاني ما تنسوناش إحنا ندعو وانتوما أدعونا إذن نقعدوا في الموضوع إمتعنا بعدما درنا حصتين على سيد الخلق صلى الله عليه وسلم هي في الحق نقعدوا قلالهم نحكو على رسول الله وقليل والله الأقليل اللهم صلي وسلم وزيد منك سم محمد بغيتكم ل springs بشوفوا فييا صلوا على النبي اللهم صلي وسلم وبارك زيد وصلي وسلم وزيد وبارك كنا في المواظعة قبل الصلاة النبي قد تحدثنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم بركان البيوت صح كما البركان الرصاريف الطليا بركان البيوت أكثر بركان البيوت نوصله في الموضوح هذا لأننا رأنا مشاكل كبيرة 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 يوميا يوميا شيخ مصطفى غولم يستقبل الناس هادو يوميا زوجوه وزوجة مدابزين باينطلقو كذا كل يوم شيخ مصطفى غولم هادوك تأخرنا على الحصة والله لك أنه عندها زوج وما الأقارب الحمد لله يا ربي وربي جابس لك إذن بركان البيوت أول سؤال شيخي وحبيبي مصطفى غولم كيف نحافظ على العلاقة الزوجية بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد أيها المشاهد الكريم في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخي جلول أحسن الله إليك أمين وبرك الله فيك أمين على خدمتك ونشارك وإحسانك وسعيك الحثيث من أجل رأب الصدع في زمن أصابت البيوت البركانة صحي كالريح العقيم لا تبقي ولا تذب عاوني ونقت بالله فعلا في كل يوم تقريبا أستقبل من وهران ومن خارج وهران مباشرة مع شكل زوجية وأستقبل عن طريق الهواتف حدث ولا حاش لو أننا وضعنا أخي جلول أيدينا على موطن الداء عافنا أين يكمون الداء صح وكي الداء ثم بعد ذلك التزمنا بالدواء برك الله وفيك أقول لك على الأن نستطيع بإنسان أن نقلل من المشاكل ممكن نقضي عن المشاكل إنما أن نقلل من المشاكل نقلل نعم فالبيوت ولا تخلو من المشاكل أكيد أكيد والمشاكل هذه تستمر مع الحياة صح لأنني أنا أختلف مع زوجتي في تفكيري في قراءة الأشياء في إبداء الرأي صح لم يكن أبدا أن تذوب الزوجة في زوجها صح ولا أن يذوب الزوج في زوجه صح لابد أن نحترم تقاليد الأعراف والأعراء برك الله وهذا التفكير الزيال الإضافي هذا يدل على 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 أن الأسرة متحضرة ما لم تتفكر من أجل بناء ليس التفكير من أجل الهدف السلبي من أجل هدف القائمة على العصبية والتعصب صح شكاية اللي يبغي الرأي هيفوت ما أريكمه إلا ما آراء هذا اسمه الحوار الفرعوني الاستعلائي لا هنتكلمه على الرأي الرأي والرأي الثاني هالإشي جميل عما تقتل الأراء معنا أننا نبحث عن الصواب فالبيوت أحياناً تحكمها الدكتاتوريات والعنجهيات والزوجة حسب رحها هو المسؤول في البيت يبغي عليه أن يفعل ما يشاء إلا خضاء والزوجة أحياناً تكون ناشيزة قوية مستعلية لا تسمعوا لي زوجة على الإطلاق لحوله كأنه غير موجود وهذه المشكلة وهذه يدل على أن الزوجة تربط في بيئة مريضة عفون والزوجة تربط في أسرة مريضة مرق الله فيك لأن الأسرة الصحيحة السليمة ما تربيش ببنت ناشيزة مرق الله فيك والأسرة السليمة الصحيحة ما تربيش زوج طاغية فرعون مستبل فليك أخي جلون كيف نحافظ على العلاقة الزوجية نحافظ على العلاقة الزوجية بواحد الخمسي نعطيها لك بسم الله والنقش ما فيه رحباً بسم الله يعني هذه وصفة طبية مرق الله فيك تحافظ على العلاقة الزوجية إن شاء الله إن نحن عملنا بها أول شيء أخي جلون اسموه التنازلات بارك الله فيك تكون كل واحد يقدم خيط ويجبل عندنا شاسرا يتقطع يتقطع الخيط التنازلات معنى أن المرأة إذا رأت زوجها قد أخطأ أو أنه ليس في يومه أو أنه قد زاد عليه شيء من الغضب تغلو الطرف غمدي عينك تضرب النح غمدي عينك تنازل حقك إذا هذا الزوج ما جاب لكش شيء للي توردينه من كماليات ليس من ضروريات ضرور لابد منها أكيد توقلي وتشربين كماليات الحياة غمدي عينك صح إذا الزوج قالك اليوم ما تروحش زوري والديك ولا عائلتك ولا أقريبك ولا أصحابتك ما كانش فيه نهارة غمدي عينيك حل نسلم يا غمش يزيدوا حلو عينيهم يزيدوا الشيطان ينوضوا ينفخ فيهم وتحل عينيه وتقول إذاك زوج والله ما تخرجي اليوم ما تخرجيش كم من الزوج قال لي قلت له والله ما تخرجي لكن ما تطلق لك وتخرجي وتخرج تخرج وما نقول للشيخ شا نديرو فلذلك أنا نقولكم التنازلات ماشا المرأة تتنازل عن حقها حق حق تتنازل عليها من أجل مصلحة البيت وراجب خاصة أن يجيب خاصة إذا نتج عن هذا الزوج أولاد بارك آآ صح خاصة صح إذا كانوا الوليدات صح آآ أدرك الزوج يتنازل لو كان الزوجة مثلا عنده حقوق وما كانش فيهم ياه لم تؤدي له حقوقه كاملة فلتنازل ما طيب هاتش مكلازينة ما غسلش كثوته ما حادت هالش ما وجهت هالش آآ ما لبت لش بعض الرغبة ما فرشتش ما سيقتش ما غسلتش موهي ما لبت لش تنازل غم بالعينك ولكن دايما نقول أخي جلو للناس جميعا نقولهم إننا نشتري المنظار للجمل من أجل أن نقرب البعيد صورة يقرب هيك وأن نكبر الساق هذا هو اللي جيمان مش نفهموا أخوتي نساوه الرجال اللي يرمسوا فيا معنا اللي جيمان داك المنظار يديروه يشوفوا به هادنا مليح هادنا مليح خارج البيت داخل البيت لقيت قلبه آآ العكس عملي كمينا رتعوني تقلبه تولي ما تشوفش القريب والبعيد والكبير والصغير واللي صغير وهادي مليحة تولي ما تش العيوب بتاع البيت وما تكبرش الحالة تقول ما مشكلة كبيرة توليك تسميلك صغيرة إلا بغي نعيش سعادة بسالة كبرنا عينينا ودلنا الميكروسكوب المجاهر داخل البيت مجهر ونقعنا نجلسوا ونجلسوا هذه البركنة هادي اللولة كنتسمينا تنازولات إنسان يتنزل على حقه إن الحايز وجي قايمة على التنازولات لا على المشاحات شاي المشاحات؟ شاي احنا؟ أعطي لي؟ اللا والله ما اسمع في حقي هادو ما اسموش حقهم؟ هادو مراحل للطلاق راحين إلى طريق مزدودة حتى لما طالقوش يعيشوا حياة ضنكة نكدة ما يعافين والله العالمين يعرفوا السعادة ولا طعم السعادة ما يعافين والله يموتوا تبخل بحياتهم لين عناش ما تسامحوش عايشين جهنم جحيم أخبرني أحد الناس الذي أعرف واخجلوا أنه كل يوم في هالاتنسيون في هالسقر في هالقلب في أمر كثير كل يوم كان يداز مع زوجته كل يوم يجي صامحوش تندي الاسبيطة بطرق شهده لو كان زوجته تسمح له هو يسمح لها هي تسكت هو يسكت ما يروح السبيطة ما يمرد تنازلات تنازلات الحياة الزوجية قال شوف إن الحياة الزوجية تقائمة على التنازلات لا عن المشحل هذا موضوع القرآن النقطة الثانية عدم الصراحة في كل شيء الصراحة ماشي منيحهم قال وين كنت قال كنت عند أمك تعبلي زوجك ما تبغيش أمك هو غادي المشكلة دروك كنت عند أختك تعبلي زوجك ما تبغيش أختك علش تخبرها بلي كنت عند أختك وفترت عندها تعيشت عندها وديت لها هذا علش تخبرها بيها فما يجوز يكذب هنا ما يكون ما يخبرش أماما يجوزه أن يكذب لمصلحته بس عند البيت يلعب اللي بيتها في خطر صح يلعب اللي هذ الكلمات تكون قولها كنت عند أختي وفترتني ولعاشتني غالي البيت يتبر كانوا وشضياه تهدموا الأسرة كاملة اوش سيد وشادي لها نقول له سيدية سمحيلي كنت فرقهو يقول أم أختي ما تخبروش علي بلي كنت عندك ما تخبروش صح خوفنا على بيته من الدماني عند وليدات يجوز مشي خوف من المرآم لا استخفر الله حفاظنا احنا قولنا بلك كيفش محافظ كيفش محافظة البيت هنا ما نستحكمش خاصة الأخي جلون نقول الزوجة أو الزوج حذري أن تخبري زوجك على ماضك آه بلنا هذه معك نشح وانت أخويا يا ولدي تسمع كلامات عيسى المجرب حذري أن تخبر زوجتك وإن وإن حتظرتك بحبها أنت عينية وتولية لا تخبرها عن ماضيك سوف تكرهك ما نقولش أنا بكري أخطبتوا لك وتمع بنت وعرفتها وعرفتني وشوها والله العالم غير توليت إما تدير تولية تكرهك إما تعاليك إما تنغس حياتك ما تخبرش لك الماضي ما كيش تعرفك ماضيك بينك وبين ربي خله بينك وبين الله هو الذي يغفر ذولك إن شاء الله أمين يا وانت يا لفتي مالي كنتي مع غرطتي في حياتك وتعاشقتي مع الشباب ما تخبرش زوجك يقولي كارك وما ديش فكثيقة وشو كبليتي مرأة ما كيش صالحة صالحة ولا عافية ويكارك ورايح معك الطالق ماضيكو بخله لربي قال يا ربي لقد أخطأ قولي يا ربي إني قد أخطأت في حقك وفي حقي نفسي وفي حقي فولة أفلتان يا ربي في ذلك الماضي أنا نادم عليه اللهم ربي استرني في الدنيا واسترني يوم أن ألقاك فالدنيا ما تخل ما تفضحنيش بس أنت ما تفضحش هك وأنت لا تفضحوا نفسك إن هذي النقطة الشهرة عدم الصراحة عدم الصراحة كل شيء لا أنصاح وبع الأشياء بس أنت بش كل شيء الصراحة أنت علي تهدم البيت ما يقولوا هش ثالثا اجتناب الكذب الصراحة آآ صح تكذب عليها منا وليتسمع كلهم أعرف منها قال مثلا غالي نبيع السكنة التاعي وتقول هالي هي مغاش نبيع السكنة مثلا وهي متأكلة الوثيقة عندها بللي كعسكنة بيعهم صح هالي بركانة غالي شيء سيارة ما اللي يقول هالي أغي يتسلم تعله فلان الكاذب ما هو شيء ملح في هالي جوان الكاذب ملح في التودد والتقارب ماشي في بناء الأسرة بغين نشريه ولا بغين ندركه ولا بغين نوص على الورحي لهذا الكاذب بغى لي فضحك ما تكذب عليه بزاف ما يكذب علي بزاف الكاذب بكل ملح في البيت زوجيا هالي كاذب منها بزاف؟ المكنة المكنة تغيسة تعيفها ولا مدازجة كيف كيف نفس الشيء تقول لي بغى تصالح المكنتها مدازجة أعطيه للدول كما أجازها والشرع لا أكثر هنا هالي نقطة ثالثة ثالثة الولى شهر الزجل الزجل الزوجة الكاذب اللي ما يهدمش العدم الصراح بكل شيء عدم الصراح بكل شيء رابعا رابعا ينبغي أن تنظر إلى هاد المرأة على أن أختك في الله قبل ما تكون زوجتك مايش جعل زوجتك سيلي جعل أخواتك مزنغة و أخواتك لا عم يقول أخواتك نشوب اليادو أخواتك في الله هل أنا أهتيك عرضهن لا مستحيل هل أظلمهن مستحيل مستحيل كيف ملحب الأخواتاتي لأن الربي قال المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف و ينهون على المنقر هاد المؤمنين المؤمن هو هو بنيان متماسك المرأة تقوم بوظفتها تنصح وتأمر وتنهي و رجل قوم بوظفتها ينصح و يأمر و ينهي و هالك أختي في الله إن أنا من روح نزوج تزوج مع أختي في الإسلام ما جبتهاش من الملحيدات أو من الدهريات أو من الوجوديات أو من لا دينا لهن جبتها على الأخلاق و على الدين إن هي أختي في الله اخترتها على إسلامها أنه الإسلام لما تزوجتها صح إذن يقفل هالي أختي في الله يجبوا عليك أن تصبر عليها ما تعملاش معاملة العادو أو الغريب اختلت معها قيمة أخويا أخويا يسامحوا يسامحني فيذك أنظر إلي على أنها أختك في الله و صبر على الأخوة على استمرت الأخوة أجره كبير عما تصبر عليها وتتحملها وتصبر عليك وتتحمل فأنت أخته في الله وهو أخوك في الله فلي ما تقول أخوة إحنا نقول أخوة إحنا نديرها مرة بللي زوجة بونيشة عبدة تحت كرعياء لا خضر هي نديرها بللي بللي هذا الزوج ينبغي نبروفيتي فيه ونديرها تحت كرعياء وما سعر في الله هذا أخوك في الله واربي دير حقوق الأخوة أخوة في الله تعطيها حقك قبل ما تزوج بك وعندها أخوة عندنا حق الأخوة إن هي أختي في الله حفظة لها لا أهتك عرضها ولا أظلمها ولا أبوح بسرها ولا أهنها ولا أهنها رابعا أخجل خمس أخجل وهو قائد رائعا جدا هو الحوار بينهما هذا الباص ما كانش أنا من خلال مجلسي مع مئات في اعتقاد الناس نا ديرا ما رأيت الحوار قائما داخل البوي نا ديرا حتى نسيت بالليش كينا قا يستفع حوار والله هني ناسي من قدرة المشاكل اللي قيلتهم قاشوا بالك نقولك باللي نقولك باللي ربي يعني في الاربعين سنونا أعالج القاضاء مئات المشاكل عورت عليها والله ما أنا مستحضر زوجان قيمة في الحوار حاجوا عندي ها لا كان لي لا عارفهم عقا لكن جيوا عندي هلو كتحاواروك روحهم وحلو مشكلهم جيوا عندي كان يتحاواراني كان يتحاواراني حوارا حضاريين الحوار كي يبدأ خيجر لعطي يوم أنا عطكم بشو أخوات فلا الحوار هاك منهم يقول أرواح تكلموا ولا تعيرها أرواح لا الحوار تختاروا أول مناخ المناسب لكم هادئين عم تكون الزعفانيك عم تتحاواروش عم تكون الزعفاتك ملقوش عم تتحاوارو لا خرج بره دورا تي ريحي بره جانبا من عفوش من تحاو من تريحو وتكون وتعودوا إليكما الابتسامة الحوار لما تبديش بتتسامة وش حوار لابد أن يبدأ الحوار أولا تجلسوا تديروا حد تطاوي إلى أحدكم ترفيع شوئتها شوية قهوة ولا عاصر ولا مكسرات تبقوها باللي رناش مدابزين بغي نبنو مغانيش بغي نهدموه حوار اللي تحت المائدة جافة ما يعقي وانو لا زوجتي تقول لك اللي مغاني تحاورو دون ندروح لقياستاي ديك شوية مسمن مدلوك شوية رفيز شوية مبسس الله الله شوية مسمن ما عليش شوية حقيقة وتحطها لك هالك هالك المائدة المرسعة صح هي بحدتها تصنع الجو الحوار نعم تهدئ صح توزيل توزيل عنهم العواصف والأعاصير والأراجيف والبراكين وقعت واخرها وقال جو هادئ من بعد هي ولا هو يقول بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام الرسول أختي في الله سوف نتحاور على بركة الله يا عربي هالي يبارك فيها هرميون جوين يبارك فيها ثالثا أختي في الله ندلو جدول عمل عناش غاينتحاوروا هو غير البدل أهضروا لابد من يجدوا العامل أكيد في أي شيء للتحاور هاي لما تعمدناش هجدوا العامل ولا يجدوا ولا يجدوا ما يجدوا قال عنا النقطة مثلا عنا بغي نغيروا أثاث البيت مثلا مثلا عني النقطة عنا عرس أخويا نرى لحظة العرس وما يش عبك ندير وما يكش ندير ولا تعرف حرس نروح ولا مارلوش مثلا عنا نقطة أخرى في قادية مثلا حاجة ما عايز بتنش فيك بغير فمها هاي دي نقطة تكتب النقطة مدابي مبتودش ثلث نقاط النقطة وخلوا أقول مش تقبل واحدة زوج ونكون موضوعيين نلتزم بالنقاط مروحش نجدوا نقطة إضافية وربعة وخمسة وستة اسمات ونديروا متفرقات ما يحبش ثلاث وحبس والنقاط كيف يتم بعد ما أحدناها تفضلي باسم تكلمين عن لما تتكلم ينبغي أن تسمع وعلا تقاطعها لا تقول لها كلمك حلو ولا عسل ولا كلمك كبيرة قد فمو كسكت ما تكلمك عسل ولا بانان ولا كلمك كبيرة غير خلوطي استمع إليها السنة المهم كان إذا حدث له أحد استمع إليه كأنه لا يتكلم سبحان الأخلاق وإذا تكلم يسترسل كأنه لا يسكت يشرح له النقطة بنقطة عما تكمل النقطة تضطرها قاضيتك كملتي افسحي له المجال يتكلم بأرياحية بلا ما تقاطعه وحل ما يقاطعه وحل ثم هذا الحوار فمنظرك لابد الحوار عندما نجيبه العراء ليس من أجلي أن تعثب طرف على رأيه ضد طرف آخر أجلسنا على بركة الله باش نبحته على الحق نبحته على الصواب نبحته على الكلمة اللي تجمعنا كما نحاضل على بيتنا كيفش نرضي ربنا لا ماشي واحد يتكلم ونحوص اللي قلتها ما قلتها عني الحق هاي شبت قلت لك بل عني الحق هيدا قاموش حوار هيدا ثلاثة رابعان أخي شلور رابعان ينبغي هيدا حوار أنت تخلى له الكلمة طيبة مكاش كلمة قاسية لازقه ولا معيرا كل حاورها يقول أنت يا حمارة بغل متعارفش هون من حمارة بغلاته وش بيعزوش مع حمارة يجيب حمارة عبصح مادمش إنسانة معنا هنا إنسانة مادم أنا بديك أحمارة بغلاته إذا أسرح لي ورحزوش مع أحمارة بغلاته كيمانتها هنا اللي عائل برتك أحمارة بغلاته ما عارش عقل ولا هي تعيرها دفوع تقولوا أنت متهم ولو أنت بو قض ومين ما في من بقع لتزوجي به هوا رحزوش مع أستاذ متع جامعي ولا حاج كيمانتها آآ ما تزوجوش به كالأساتيدة بغيت إنسان أمي ما تزوج به بلك أمي اللي أقول أخويا من الشرطي أن تكون عاليما أن تكون ذا شهادة ما تجيبه باتتزوجي ومبع الميعيش بكش أقول له وضع بالمية قراش وهالك هو مسكين ذاكا مسوا أخني خلق خامسا إن بغي أن نبتغي بهذا الحوار إنسان الله معنا يا ربي إننا نتعبدك بحوار يا الله إلا ما كشت الحوار داخل البيت والله ما يتلاقه كوه عليه هضره على الزقي وعلى قلقلقل فهي أخي جلول هذه الخماسية من أجل بناء أسرة القاوية سميتانالي الوصفة الطبية والقاعدة الذهبية الوصفة الطبية والقاعدة الذهبية إذن وصفة فيها خمسا راكم اسمعتوه وأنا الأهم اللي عجبني على الصح هو الحوار الصح إحنا ماناش نتحاول وقع في بيوتنا كل واحده راح فيه قوله عايشين بالرنبة تدخل لا يتياكل ترقود وهذا اللي خاصنا خاصنا الحوار يا للأسف يا للأسف الله يعلمنا وبارك الله فيك شيخ مستفى غلام إن شاء الله نكونوا من الناس اللي يتحاولوا مع أزواجهم وإن شاء الله يا ربي نقضوا على هذا البركان إذن الله يبارك فيك يعني أسئلة كثيرة خطرت أسؤال من هذه الأسئلة اللي يجازيك وما زال إن شاء الله نتكلموا على البركانة هذه يعني لأن هذا والله هذا الحدث تعال عصر ماشي تعذي العام ولا ما أبغاش يحبس هذا تعال يعني طالق روصل 78% أنا في وارن لحوله ولا قتل بالله تحدث لنا شيخي السؤال ثاني عن الأسرار التي تخرج إلى العائلة يعني إحنا يا الله يهدينا سواء زوج ولا زوجة مامش يخلوا أسر البيت بيناتهم مامش يخلوها تنمى في البيت هي تروح تقولها الأمها وأبوها وأنا بالك أن نقولها الخوية والأمها تاني يقولها الأصحابي أقول لا تحدث لنا هذا الشيخي ورب هذا كاريتها هذه رأي بزاف الشيخ نعم مامش يقوله جاء في الأصر أن مجالسه أمانة مثلا أنا مشي الأمانة أغير أعطي كلمات لك كنت سهلين آآ صح حتى الكلمات لك كلمات وخلابين يومين كذي أمانة إذا أخرجتها فقد خلت الأمانة ما يعلمنا هالي قلت ما قاله علامة المنافق ثلاثة أو أمار المنافق ثلاثة إذا حدث كذب ويضع على أخلف ويضع على أخلف ويضع على أخلف هالي أمانة ندخلو في الآخر للتعنفاق أنا استأمنتك على سر أمسكه إلا ما تستطيع تقول لأخوية لا لا ما تسأسرى ما تطلش ما نجبش نمسك لكن أمسكه تمرؤى أين المرؤى؟ المرؤى عند المرؤى عند الرجل المرؤى عندما تستطيع أن تحافظ على أساين الناس وانت يا غلوية يتشاءل معك شوية مشكلة تروح تخرجها الوالديك لعائلتك أولي غيرهم صح كين بعد نسار الرجال أسأل نساهم وبعنات مش عارف قلت لولا خبرك حتى الشرط حتى الأمن ووضح لك وهالي حيزوجي ياه هالي قد يعني التوبة إلى غلط صح ولا لاش قاعدنا اللي بيع مخضيرتها طلقيني ما تقول تكون حرام معايا فالي أخي جلل الصراهية اللي خربت البيوت الصراهية خربت البيوت هاد اللي اسمح لي هاد الآلة اللي ريح عندنا والله هاتف النقل إن كان الحديد معيه مش الهاتف النقل د publi مصيبة هالمصيبة هالنقل مباشرة العائلة تعال المرأة للولدي هام في ميستنو نحكي قاد يا هاشتاك لنا هاشتشربنا الزوجي هاشدر هاشقل هممه هاشد ها ليش هتصولح المرأة اللي تحافظة على علاقاتها الزوجية تريح والديها في الساكة عالي شاملهم عاليهم غير حاجة يمليحها هذي كلمة شبه تريح والديها عالي الشخص والله هالولي اللي بغاني السعالة والله هالولي اللي عمي السمولة والله المغبونين ينغملوا اكثر من البنت عاليش تغبنيهم انا تعجبوني امرأة في التاريخ هذا صديقي حبيبي تزواجها في 1977 كان من اقرب الناس الي والله يبارك وكنت من اقرب الناس اليه وكان ابوه رحمه الله كما مات ملاقرنا قريب كان شديدا قاسيا جلفا قاسي مرد رب الله مرته البود رب مرته طيحها سنها تكسرت صرت بلا سن بسكين عينما انتقت بوالديها قلهمكي قمت في الليل التوضأ فسقطت على سني الله اكبر ما شاء الله اللهم بارك اللهم بارك اللهم بارك اللهم بارك وعزي وعزي وربعين عام يسمونه مثلا بسكين بكورونا هالأسبوع هذا الله يا رحمه ما شاء الله امرا ما دابك اي اختي العزية اختي العزة اتركي والديك يعيشاني السعادة والهناء زوجاك من اجل ان يسمع عنك الخير مشاكين خليها بينك عالجيها مع زوجك داخل غرفات البيت صح صح ميت خبري والديك غادي عاجوا غادي تتوسع المشكلة صح طبعا ما كنتي مشكلة مع زوجك مشكلة زوجك مع ابوك زوجك مع عمك زوجك مع اخوتك زوجك مع اخوتاتك زوجك مع امامك هوا تتوسع باتوا لي بركانة بركانة وحاكم الوالدين في المقابل يقول لما دي ماش اسرر صح وادين حدك ثم تقول لناش تخبريناش ما تكحليناش يقولون لا يا ربو بنتهم كشو اخطأ روح يقول الشير ايه ثاني الاخر يروح يخبر كل شي امه امه والله لا عجيب كل شي اولى لاماتهم امه اليوم ما طيبة ليش المناكلة اوه اش دخل مك امه اليوم الزوجة التاعي هادرت لي فيك هاكا هاكا يقول لي بلي ما نبغيش اخطك تزورني هدا شيطان هادي اسمها النميمة صارت النميمة تمارسوا من قبل الزوجة والزوجة يسيدي وما كارك انا مقبون واني في نعمة الحمد لله والله العالم انو يعجبوني واحد انسان عدد تزوجه هو من السحر عدد تزوج مع مرة تانية ومرته غضبة اللولة غضبة مين واحد تطبع له في الباب هو خبرني هو الذي اخبرني عما يتطبع له مرتها اللولة بعد سبع ايام ريح مع الزوجة الزوجتها ينمى السنة سبع ايام مين كم سبع ايام دكاب تولى ع المرتها اللولة بلأت الباب عليها لم يدخل البيت ما لي فعل هاد الرجل شهد هو رجل هاد عارفه عارفه جيل اخي جيل وولدي خبرني قال كي اني نرجع لمرتي الزوجة ربما تتشفى بيرقول ليها قاسك قال رغط عن الام التاين امي السامك قال له امي انا اليوم جيت نباتل معاك قلت له ما تزوج الزوج قال له لا غي زوج الزوج نسمح في مهمتي غي سع ما تزوج الزوج نسمح في ام التاعي لا نمتاع الشعب ع امي وريع معاك ما لبس الامي انا مكيش بارت الدين على امي وجب العشوجة وما فرحت وتعادل عاول خير عاول غالوار جعل مرتها للزوجة عادي ما غدا عاودو راح المرتها للولد هي بلأتها للباب تلتي معي هاكنا انا عاول السابعة هدها ربي وحلت عاول بابو وانتهت المشكلة وحل مشكلتها واحد ما سبعش بواحد احنا مشكلة فينا اصرانا نعطوه مبوالدينا ومبعا تتهدم البنموك ما تقولها باللي زوجتي تكرهاك امو قال يتجعلك نظر ما تجيش ما تجيش ومبعا تكدير تقول قلت بقد داخل والدي تطلقها وانا انصح ابنائنا وابناتنا حذاري ان تنقلوا اسراركم جميعا الى الجهتين الى والديك وعايتك والى والدي وعايتكم عيشوا السعادة وخلوا اسرار بيناتكم شو السر اذا بقي بينكم يا زول شو نقول محكين معك وانقعينا السر اذا داقت مساعته تضايق اتسع خيره لا الله الله والسر اذا توسعت مساعته داقت خيره وانها ابو لغة اخرى السر اذا داقت مساعته اذا داقت مساعته صغرنا داقت شره ضايقنا على شره وصره الى انتشرت مساعته توسعت انتشرت شره بركانه احتضل فيه واذقع المشاكل شوف الان الغر شوف السعر المياه مشاكل الام البنت مزوجة ولا زالت تخدم تحت اشارة اميها ما هاتبشي بهاكل بورطان صح تديكم والله امر امينا تخبر فيها من مدينة اخرى امها تقول لها شرطة يبين لي ومشي تاكني وزوجها عايش ولكن بيتطلق بعد اربعوليلات كبار بيتطلق وانا حضرتها المشكلة فانسع الاخوات اذا زوجك هالا ضيق عليك واتعبك وارهاقك كان وسائل حلول نزوروا نارنا هنا بستعدي حكم مشكلكم قولها ندعوه ناس كبار حلو مشكل حاوير ايه بالصحة تمشي الخبر الى والدك الا اذا كانت ضرورة قسوة راجل ارتد عن دينه راجل تفسخ عن اخلاقه او لا انسى شيطان هادي حاجة اخرى او لا السكر بيع المخدرات ايه ايه هذا السؤال مجهب هذا اما دول ذلك اترك يا اياتو الزوجة اترك اسراركما داخل بيتكما تزول مشاكلكما بارك الله فيك شيخي وحبيبي مصطفى غولان الوقت دهمنا وكان اسئلة كثيرة الحمدول نخلوها الحصة الجاية ان شاء الله لان بركان البويوت هذا ميك مش حصة مليحة ونتحتاجوها انا وانت وانت ايه ونستفادو من نصائح شيخنا مصطفى غولام وكيما قال لكم اذا بغيتو اروحو عن شيخ مصطفى غولام كون عندكم مشاكل وان شاء الله ما تكونش عندكم مشاكل ولا شوفو الشيخ اللي اه اه وعا الشيخ يكون ولا اين تجاركم ما شاء الله وفيه ثقة وماشاء الله تحبوه يحلكم مشاكل لان المشاكل كاي بصح من باذا بنا كيما قال الشيخ تقول مشاكل صغيرة مش شي كبيرة توصل اللي تفرق بناتكم وتدير البركان وتهدم البوية اذا السؤال ثاني هذا عجبني بزا 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 يا بنتي ويا أختي خلي الأسرار تعراجلك في دارك ويا صاحبي ويا أخويا خلي الأسرار تعمرتك في بيتك عليها تخرجها بالرعلة تروح تقول لامك والاختك وكذا واصحابك وانتي تاني عليها هاوضرك والديك زوجوك باش تهنيهم ولا باش تهبليهم ما فهمتش أنا لي أهلية هما والديك جدودك هبلوا والديك مستحيل والدينا كانوا قعنا عقل علهم ولا يرحمها وعمرها ولا قالت الجداتي ما نشي مليحها بويا الله يرحمها يقتلها والله لا يقتلها بالمطرق الله يرحمهم فيه زوج الدم كيراك يا بنتي أنا ما يخصني والو هي رأي بالدم والله لانا غاية رحمة ربي هالوالدين وهاللي ابنوا وهاللي جابوا جلول وغير جلول أقول الشيخ مصطفى أولا إذن كونوا بنائين هاكده الشيخ والله ولا تكونوا هدامين هدامين ربنا والله أخي جروح الإشارة في القديم فضل الشيخ أنا أقدم نصيحة الأخيرة لأخواتي وإخواني المتزوجين هالو نقول لهم مكشكي من مادة سموها الإحترام آه صحا المشكين إحترام بينهم أخي جروح هو يسبوها ويتسبوه هو يشتموها ويتسبوه ويسعمو المساج في السرسائيل يعينها بالمساج وتعلم المساج اتقو الله احترام احترمها كأخت كزوجة كما تحترم أمك وأختك واحترمها كزوج وكأخ كما تحترم أبك وتحترم أخك احترام البيتنا مش احترام والله ما هو بيتي أنا قلق إليهم كيش احترم عليكم بعض والله لا تسلوحاني الحياة ولا تسلوحاني تكون أباءً وأمهات ولا ما يسرحون إلا غالي يعطونه ولي زريعة مرة كما هما وصلى الله صلى الله عليه وسلم الله يجزيك شيخ مصطفى غلام لازم يكون الاحترام 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 بيناتكم إلا ما تحترمش زوجك ما غاديش يحترم قوة تانيك ونوصلوا للي ما نش بيقي نوصلوا له الله يجزيكم وبرك الله فيكم ونشكر كثيرا انتومها خاصة انتومها لكم تشوفوا فينا وقارنة الانيس الله يجزيها تانيك قاعد العمل توحى وهذا مصور لهم رجال خافاء إن شاء الله أذبروا حمد يسيري باتير سكين إن شاء الله هم يستمعوا الدول فايدة إن شاء الله يجيبهم الزوجات صالحات شيخي وحبيبي دهما الوقت كيما قلت لك بيلا هذك اللي بيع التوابين هذك تعطي ميمون يحبك بزا 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 باش تدعي الله ربي على التجارة قالك شوية حبست وكذا وإنسان مؤمن ما شاء الله ما شاء الله نعم الرجل وادو صحب الصحراء والله كوغي جينا كيبهم يا شيخ ما شاء الله كتعرفهم خير مني يا شيخ وادعي الأم الإسلامية جمعاء وادعي لبلادي الحبيبة بلادي الجزائر ووالدينا وادعي لولادنا وخاصة هذو اللي عندهم المشاكل في البغيط بارك الله فيك شهر بسم الله والحمد لله والصلاة السلامة وعلى رسول الله أولا أخي جلول نشكر الله الذي أغثنا أمين ونحن لسنا أهل ذلك ولكن رحمته أوسعه من غضبه فاللهما رحمنا برحمتك وزدنا يا ربي يا عربي اللهم ما أغثنا ولجعلنا من قانتنا هذا صحب التوابل نسأل الله عزوي أن يجعله كالتوابل يا الله يزين الله به الضعام ونكه به الأغذية ونبارك فيه ونعطيه حاجته ونجعله تجارته رابحة إن شاء الله ونسأل الله الذي يموّل هذه الحصة نعم نعم نسأل الله أن يبارك فيه وننقضيه حاجته ونستردينه ونرحم زوجه ونصلحه ولليه ونسأله كل خير وأسأل الله أن يحفظه بلادنا يا ربي ونسأل الله أن نعطيه كل واحد منهم السؤالة أمين ونحفظهم أمين نسأل الله أن يحفظ بيوت المسلمين من الضمار والخراب أمين يا ربي أمين نسأل الله عز وجل أن يودد وأن يؤدي ما بين الأزواج أمين يا ربي أسأل الله عز وجل أن يرحم ولينا كما ربونا الصغار أمين يا الله ولينا حفظنا بيوتهم الله يبارك أسأل الله عز وجل أن يفق أسر المسلمين والعلماء وأن يحرن أقصاله ومسرع نبينا صلى الله عليه وسلم وأن صورة الإخوة المجاهدين في أرض الإسراء والمعراج على الصهينا المعتدين وأسأل الله عز وجل لكل إنسان الخير والسعال في الدارين سبحانك الله وأسأل الله نحفظ هذا الوطن المفدة هذا الوطن الجزائي الذي سوقيه بدم الشهيد أسأل نحفظه من شراء الأشرار وظلم الظالمين وفسوق الفاسقين وسفاة السفاء وحماقة الحمقى وكل الكائدين ومكر المكرين وأسأل نحفظه من شر الصهينة والمتصهينين سبحانه ربك رب العزيز دعم ما يصفهم وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين نعمة الإسلام نعمة الإسلام سلام اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة